لكن الصحفي في البداية لاحظتوا أن الصحفي يطرح له بالفرنسوية وهو يرد بالعربية يعني هذه واحدة من الشيزوفرينية اللي موجودة في الجزائر بمعنى أن الجزائريين اللي ما يعرفوش الفرنسوية ما فهموش صحفي واش قال وما كاش ترجمة وكان الفرنسوية هي اللغة من لغات الوطن والله لو كان كان طرح السؤال بالأمازيغية سواء الأمازيغية ببعدها الشاوي أو القبائلي أو المزابي أو التارقي حتى كما نفهموهاش نعتبروها لغتنا ونعتزو بها لكن الناس اللي ما سمعوش واللي الآن سمعوهم ما يعرفوش الفرنسوية احنا عرفو الآن أكثر من 80% من الجزائرين ما عرفوش الفرنسوية يعني اللي تحت 40 سنة تقريبا كلهم تقريبا على استثناءات قليلة اللي يعرفو الفرنسوية الاستثناء تقدر تقول 5% والله ما بين 40 وال60 تقدر تقول 70% ما عرفوش الفرنسوية فوق 60 كين شوية اللي يعرفو أموان يعني كين بعض الدراسات اللي قالت باللي الجزائر الآن فقط 10% اللي يقدروا يعرفو الفرنسوية فقط في أفضل الحالات 15% خلينا نقولو 20% طيب 80% اللي يسمعو الصحافي هذا وش فهموه لا شيء كين ترجمة ما كانش ورد تبون فالناس مش عارفين الرئيس هذا كما يسموه تبون المزورة لو ش راه يرد هذه واحدة من التناقضات الرهيبة وهي وضع اللغة الفرنسية في هذه البلاد هل هي لغة ثانية هل هي لغة أولى هل هي لغة رسمية ووطنية هل هي لغة أجنبية ما هي هذه اللغة الفرنسية ما هي شخصيا ما عنديش مشكلة مع الفرنسوية لكن نريد أن نفهم الاستاتي تحت اللغة ما هو ما هي لماذا المسؤولين أو صحفيين والله إذا كان في صحيفته ويكتب معنا كاش مشكلة ملي يحتعد عندنا صحافة بالفرنسوية وبالإنجليزية وبالإسبانية وبالألمانية وبالروسية ملي يحتعد عندنا بعدة لغات لكن في خطاب موجه على ما يسمى بالرئيس إلى الشعب هذه اللغة تعمل المستعمر طيب إذا نهي لغة أجنبية قولوا راح نجيبوا اللغة الأجنبية ونكلم إلا هي لغة وطنية قولوا نرهي لغة وطنية إلا هي لغة رسمية قولوا نرهي لغة رسمية في الحقيقة هي اللغة الأولى عند المسؤولين لأن عندهم عقدة القاوري عقدة القاوري وفي القاوري هنا الفرنساوي لأن الفرنساوية ما هيش هي اللغة الأولى في العالم اليوم ولا هي الثانية وحتى رتبة اللغة الثالثة رأي تفقدها لصالح لغات أخرى لكن هذا هو التناقض مرة أخرى انتحد المسؤولين طبعا كل مرة يجيبوا واحد يتكلم بالعربية ويتكلم بالفرنساوي يا أخي أنا نفضل يجيب لي واحد يتكلم بالعربية ويتكلم بالأمازيغية حتى أنا اللي لم نفهمش الأمازيغية وربما كثير من الجزائرين لم نفهموهاش في النهاية لغتنا الأمازيغية كما لغتنا العربية هي لغتنا وممكن يترجمنا أو ممكن يدروا ترجمة أو ممكن يفهموه كلمة ونفهموهاش كلمات لكن الفرنساوية ما دورها في البلاد مهم جدا أن تقولونا وشنو دور هذه اللغة